ما الذي فعله هذا الرأس بالبشر؟ وكيف حاصرهم ليفقدوا القدرة على الإفلات من ذلك الموقع المرعب؟ وكيف جمع فرقاء من تسع دول، بينها روسيا والولايات المتحدة؟ ولماذا تأخرت الفرق البحثية في الوصول إلى السر الخفي؟ إنها القمة العليا في واحد من أكثر أماكن العالم رعباً فلا قطرة للمياه تروي ضمأ إنسان، ولا ظل يستضل به، ولا مأوى له ومع ذلك احتجز هذا الرأس الجبلي بداخله أعداداً لم يتم التوصل إليها بدقة من البشر الذين أجبروا على العيش فيه دون قدرة منهم على الانتقال أو التقاط أنفاس الحياة في مواقع مؤهلة لها فماذا حدث مع هؤلاء المغلوبين على أمرهم في رأس الجبل؟ تعود بدايات رأس الجبل إلى مستوطنة قديمة في جبال بامير أصفرت إجراءات التتبع الجيولوجي عن عمرها التليد حيث تمتد إلى أربعة عشر ألف عام في أعماق التاريخ وهو ذلك السر الذي يحاول علماء معهد نوفو سيبريسك في سيبيريا الوصول إليه مهما كلفهم ذلك من جهود لم تعد الإجراءات البحثية المطلوبة مقتصرة على هؤلاء العلماء وحدهم إذ انضم إليهم ضمن فريق بحثي دولي علماء من ثمان دول أخرى بينها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وتم توحيد أهداف تلك الجهود جميعها في الوصول إلى محتويات الرأس الجبلي في تلك المنطقة المنعزلة من العالم سيد البروفوسير إننا بالكاد نلتقط أنفسنا فور وصولنا لذلك المرتقصة فكيف لبشر أمثالنا سكنوا تلك المناطق منذ آلاف السنين في مستوطنة كهذه لابد أن وراء الأمر سر كان ذلك النداء المتبادل بين مسؤول الفرق البحثية التي اتخذت قرارها المصيري بدخول تلك المنطقة الغامضة من الكوكب لم يكن أمام هذا الفريق من العلماء سوى طلب كافة التقنيات الحديثة التي تمكنهم من الوصول إلى ألغاز تلك المنطقة من العالم اعتمد العلماء في تتبع تلك المواقع على تحليل كل ما تطاله أيديهم من بقايا الأحياء فيها بدى الأمر بالنسبة لهم بعيدا تماما عن الحفريات العادية إن بقايا تلك الكائنات تشير حتما إلى حياة وعلاقة كانت بين الإنسان وغيره من الأحياء التي قرر طوعا أو جبرا الحياة معها وبتكثيف عمليات البحث والتنقيب وتحليل الحمض النووي بدأت أسرار تلك المنطقة الغريبة تتكشف للعلماء الذين كان عليهم تأمين أنفسهم جيدا قبل الولوج إليها إلى أن تم إعداد رسومات دقيقة للمنطقة وطبيعة الحياة القديمة فيها لكن حتى الآن لم يصل الباحثون إلى سر بقاء الإنسان في تلك المواقع التي تتماثل مع مشاهد الرعب لم يعد أمام العلماء سوى مواصلة الدراسة في منطقة ترتفع قرابة أربعة آلاف متر عن الأرض لعلهم يعرفون سرها وأسرار حياة الثلاجة التي كانت فيها